الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط الرابع والسبعون من الكتاب تفسير صورة البلد وهي مكية الصفحة الحادية عشر بعد الخمسمائة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقصن بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقه لإنسان فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أفنكت ما لن يبدأ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتاً وهديناهم مجداً هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كيم الساكن فيها حلالاً لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها قال خصيف عن مجاهد لا أقصن بهذا البلد لا رب عليهم أقصن بهذا البلد وقال شبيب المدش عن إكرمة عن ابن عباس لا أقصن بهذا البلد يعني مكة وأنت حل بهذا البلد قال أنت محمد يحل لك أن تقاتل به وكذا أغي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية الضحاك وقتاده والسدي وابن زين وقال مجاهد ما أصبت فيه فهو حلال لك وقال قتاده وأنت حل بهذا البلد قال أنت به مغير حرج ولائث وقال الحسن البصري أحلها الله له ساعة من نهار وهذا المعنى الذي قاريه قد ورد به الحديث المتفق على صحته إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤضب شجره ولا يختلى خلاه وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلل الشاهد الغائب وفي رب آخر فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم نأذن لكم وقوله تعالى ووالد وما ولد قال ابن جميل حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية عن شريك عن خصيف عن إكلمة عن ابن عباس في قوله تعالى ووالد وما ولد الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له ويهد أبي حاتم من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي به وقال أكرمه الوالد العاقر وما ولد الذي يلد أبي حاتم وقال مجاهد أبو صالح وقتادة أبضحاك وسفيان الخيري وسعيد النجبول والسدي والحسن البصري وخصيف وشرح بيل ابن سا وهيرهم يعني بالوالد آدم وما ولد ولده وهذا الذي ذهب إليه المجاهد وأصحابه الحسن قوي لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده وقال أبو أمران الجوني وإبراهيم وذريته رواه ابن جريب وابن أبي حاتم واختار ابن جريب أنه عام في كل والد وولده وهو محتمل أجضع وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وروي عن ابن سعود وابن عباس وإكرمة ومجاهد وإبراهيم المخالي وخيثمة وضحاك وغيرهم معني منتصبا زاد ابن عباس في رواية عنه منتصبا في بطن أمه والكبد فالاستواء والاستقامة ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقيما كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك وكقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال ابن أبي نجيح ودريج وعطاء عن ابن عباس في كبد قال في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه وقال مجاهد في كبد مطفة ثم علقة ثم مضوى يتكبد في الخلق قال مجاهد وهو كقوله تعالى حملته أنه كره ووضعته كره وعرضعته كره ومعيشته كره فهو يكابد ذلك وقال سعيد بن دبير لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشه وقال أكرمه في شدة وطول وقال قتاده في مشقة وقال ابن أبي الحاتم وقال أكرمه في شدة وطول وقال قتاده في مشقة وقال ابن أبي الحاتم حدثنا أحمد بن عصان حدثنا أبو عاصم أخضرنا عبد الحميد بن جعفر سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل ردلا من الأنصار عن قول الله تعالى فقد خلقنا الإنسان في كبد قال في قيامي واعتباره فلم ننكر عليه أبو جعفر وهي من طريق أبي موجود سمعت الحسن قرأنا به الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآثرة وفي الواية يكابد من رائق الدنيا وشبائد الآثرة وقال ابن زيد لقد خلقنا الإنسان في كبد قال آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاعد يقها وقوله تعالى أيحسب أنه يقدر عليه أحد قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لا يقدر عنه أحد يأخذ ماله وقال قتاله أيحسب أن لا يقدر عليه أحد قال ابن آذن وظل أن لا يسأل عن هذا المال من أين اكتسب وأين أنفقه وقال سدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال الله عز وجل وقوله تعالى يقول أنهلكت مالا لبدا أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أيحسب أن لن نره أحد قال مجاهد أي أيحسب أن لن نره الله عز وجل وكذا قال غيرهم من السلف وقوله تعالى ألن نجعل له عينا أي يبصر بهما ولسانا أي ينتق به فيعبر عن ما في ضميره وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالا لوجهه وثمه وقضى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أدراميه بن مشقي المكحوره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يَبْن آدم قَدْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ مِعَمًا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَأَغْلِقْ عَلَيْكَ إِنْسَانَكَ وَجَعَلْتُ لَكَ فَرْجَا وَجَعَلْتُ لَكَ سِتْرًا فَأَغْلْتُ عَلَيْكَ فَأَغْلْتُ عَلَيْكَ أَغْلْتُ عَلْتُ عَلَيْكَ وَأَكْرِمَةُ أَبْلُ وَأَبْلُ وَأَبْلُ صَالِحُ وَمُحَمَّدِ بِنْ كَعْبُ وَالْضُحَّاكِ وَعَطَاءُ الْقُرَاسَهُ في آخرين وقال عبد الله بن وهد أخبرني ابن لهيعة عيزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن وارك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يا نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير تفرد به سنان بن سعد وقال سعد بن سنان وقد وثقه ابن معين وقال الإمام أحمد والنسائي والجيز جاني منكع الحديث وقال أحمد تركت حديثه للطرابة ورأى خمسة عشر حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدة يشبه حديثه حديثا حسن يعني البصري لا يشبه حديث أنس وقال ابن جرير حدثني ياقوب حدثني ابن علية عن أبي رجاء قال سنعة الحسن يقول وهد لمن هم نجدين قال ذكر لنا أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر فمن جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير وكذا رواه خبيب بن الشديد ومعمر ويونس بن عبيد وأبوه عن الحسن مرسل وهكذا أصله قطادة وقاله أبي حاتم هدفنا أحمد بن عصاب الأمصاري هدفنا أبو أحمد الزبيري هدفنا عيسى بن عفان عن أبيه عن ابن عباز في قوله تعالى وهدناه النجدين قال أتديين أتديين وعلي عن الربيع بن خيثة وقتابة وأبي حازم مثل ذلك ورواه ابن جميل عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عقام به ثم قال الصواب القول الأول ونظير هذه الآية قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا فرقتها من العقب وما أدراك من عقب فك رقب أو إطرام في يوم دي مسعب يتيما ذا مقرب أو مسكيما ومترب ثم كان من الذين آمنوا وتعصوا بالصبر وتعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآواتنا هم أصحاب المشأة عليهم نار مقصدة قال ابن جليل حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالب حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي عطية عن ابن عمر في قوله تعالى فلقتحا أي دخل العقبة قال جبل في جهنم وقال كعب الأحبار فلقتح من عقبة وسبعون درجة في جهنم وقال الحسن البصري فلقتح من عقبة قال عقبة في جهنم وقال قتابه إنها عقبة فحمة شديدة إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى وقال قتابه وما أدراك من العقبة ثم أخبر تعالى عن اقتحانها فقال فك رقبة أو أطعام وقال ابن زيد فلقتح من العقبة أي أفلا سلك الطريقة التي فيها المجاة والخير ثم بيّنها فقال تعالى وما أدراك من عقبة فك رقبة أو أطعام قرئ فك رقبة بالإضافة وقرئ على أنه فعل وفيه دمير الفاعل ورقبة مفعوله وكل تلقاءتين معناهما متقارب قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا أبد الله لا عن ابن سعيد ابن أبي هند عن إسماعيل ابن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد ابن مرجانة أنه سمع أبا غريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتقى من أعتقى رقبة مؤمن أعتقى الله بكل إرب أي عضوا منها إربا منه ثم من المع حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجلة وبالفرج الفرجة فقال علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة فقال سعيد النعم فقال علي بن حسين لإضافة الله أفرح غلمانه ادعوا مطرفا فلما قال بين أديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله وقد رأيه البخاري ومسلم والترميجي والنسائي من طرق عن سعيد ابن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقل علي بن حسين زهن العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم وقال قتابه عن ساني بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي المجيح قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم أعتق ربنا المسلمة فإن الله جاءل وفاء كل عظم من أظامه عظم من أظام محرره من المعر وأيما رأة المسلمة أعتقت رأة المسلمة فإن الله جاءل وفاء كل عظم من أظامها عظم من أظامها من المعر رأيه بن جريل هكذا وأبو نجيح هذا هو عمر بن عبسة السلمين رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا حيات بن شريح حدثنا بقية حدثنا بديد بن سعر عن خالب بن معدان عن كثير بن مرة عن عمر بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دنى مسجدا ليذكر الله فيه دنى الله له بيت في الجنة ومن أعتقى نفسه مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب سيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة طريق أخرى قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا جريد عن سلين بن عامر أن شرحبير بن الصمت قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزين ولا نسيان قال عمر سنعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتقى رقبة مسلمة كان فكاكه من النار عبوا بعض ومن شاب سيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن الرمي بسهم فبلأ فعصاب أو أخطأ كان كمعتق رقلة من دنى إسماعيل روى أبو داود ونسائي بعضه طريق أخرى قال أحمد هدثنا ناسون بن القاسم هدثنا نفرج هدثنا نقنان عن أبي أمامة عن عمر بن عبسة قال السلمين قلت له حدثنا حديثا سنعته من رسول ليس بالله ليس فيه انتقاص ولا وهن قال سنعته يقول من غير له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغ الحمث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ومن شاب شابة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن الرمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وعصاب أو أخطأ كان له عبق رقلة ومن أعتق رقبة المؤمنة أعتق الله بكل عضو منه من النوع ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانئة أبواب ندخله الله من أي باب شاء منه وهذه أساميد جيدة قوية ولله الحمد حديث آخر قال أبو داود حدثنا عن سبن محمد الرملي حدثنا دوره عن ابن أبي عبلة عن العريف ابن عياش الديلمي قال أتينا رائلة ابن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فعضب وقال إن أحدكم يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وكذا راه النسائي من حديث إبراهيم ابن أبي عبلة عن العريف ابن عياش الديلمي عن وائلة به حديث آخر قال أحمد من أعتقر قادة مؤمنة فهي فكاكه من النار ففرد به أحمد من هذا الوجه حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عاز قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخل من الجنة فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتقد نسمة وأفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة قال لا إن عتق المسمة أن تنفرد بعتقها وأفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذرحن الظالم فإن لم تتق ذلك فأطعم الجائع وأسقي الضمآن وأمر بالمعروف وإن أنه عن المنكر فإن لم تتق ذلك فكف لسانك إلا من الخير وقوله تعالى أو أطعان في يوم ذي مسغبة قال ابن عباس ذي مجاعة وكما قال أكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد والسغب هو الدوع وقال إبراهيم النخائي في يوم الطعام فيه عزيز وقال قتادة في يوم مشتهم فيه الطعام وقوله تعالى يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة منها قاله ابن عباس وعكلمة والحسن والضحاك والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد وأخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وقد رواه التلميذي والنسائي وهذا إثناد صحيح وقوله تعالى أو مسكينا ذا متربه أي فقيرا مدقعا لا عصقا بالتراب وهو الدقعاء أيضا قال ابن عباس لا متربه هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب وفي رواه هو الذي نسق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء وفي رواية عنه هو البعيد التربة قال ابن عبي حاتم يعني الغريب عن وطنه وقال أكرمه هو الفقير المجيون المحتاج وقال سعيد بن جبير هو الذي لا أحد له وقال ابن عباس وسعيد وقتابة ومقاتل ابن خيان هو ذو العيال وكل هذه قريبة المعنى وقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطهرة مؤمنا بقلبه محتسب ثاب ذلك أنب الله عز وجل كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيما وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن الآية وقوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحلة أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي الحديث الآخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال أبو داود حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي مجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمر النووي وقال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا وقوله تعالى أولئك أصحاب الميمنة أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين ثم قال وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ أي أصحاب الشمال عليهم نار مقصدة أي مطبقة عليهم فلا مخيد لهم عنها ولا خروج لهم منها قال أبو هريرة وابن عباس وإكرمة وسائد بن ذبير ومجاهد ومحمد بن كعب القراضي وعطية الأوفي والحسن وقتابة والسدي مؤصدة أي مطبقة قال ابن عباس مغلقة الأبواب وقال مجاهد أصعد الباب بلغة قريش أي أغلقه وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكل همزة اللمزة وقال الضحاك مؤصدة حيط لا باب له وقال قتالة مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد وقال أبو عمان الجومي إذا كان أم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شرة فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها قال فلا والله لا تستقروا أقدامهم على قرار أبدا ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غند نوم أبدا ولا والله لا يذوقون فيها بارد شعاب أبدا رواه ابن أبي حات أخر تفسير سورة البلد ولله الحمد والمينة تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية الصفحة الخامسة عشر بعد الخمسمائة تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هل ما صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضخاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أرشاها والسماء وما ضناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قال مجاهد والشمس وضحاها أي وضوئها وقال قتابه وضحاها النهار كله قال ابن درير والصواب أي قال أقسم بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار والقمر إذا تلاها قال مجاهد تابعها وقال العوفي عن ابن عباس والقمر إذا تلاها قال يكل النهار وقال قتابه إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال وقال ابن زيد هو يكلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تكلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر وقال نالك عن زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القبر وقاله تعالى والنهار إذا جلاها قال مجاهد أضاء وقال قتابته والنهار إذا جلاها إذا غشيه النهار وقال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها الظلمة لدلالة الكلام عليها قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى والليل إذا يعشاها فكان أجود وأقوى والله أعلم ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله تعالى والنهار إذا تجلا وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها وقالوا في قوله تعالى والليل إذا يغشاها يعني إذا يغش الشمس حين تغيب فتظلم الآثاق وقال بقية بن الوليد عن صفوان حدثني يزيد بن ذي حمانة قال إذا جاء الليل قال رب جل جلاله رشي عباد خلقي العظيم فالليل يهابه والذي خلقه الحق أن يهاب أرواهم أبي حاتم وقوله تعالى والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها وهو قول قتادة ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبنيها وهو قول مجاهد وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسيون والأرض فرشناها فنعمل ماهدون وهكذا قوله تعالى والأرض وما طحاها قال مجاهد طحاها دحاها قال الأوفي عن ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها انتهى الوجه الأول وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ضحاها قسمها وقال مجاهد وقتالته والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد طحاها دسعطها وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته وقوله تعالى ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال تعالى فأقم وجمك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مومودي يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو منصرانه أو مندسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء أخرجاهم من رواية أبي هريرة وفي صحيح المسلم من رواية عياض بن حمال المجاشعي الرسول ليس من الله عليه وسلم قال يقول موه عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بيّن ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها بيّن لها الخير والشر وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قال حدثنا عزرة بن ثابت حدثا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود أبو عيلي قال قال لي أمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما تستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكذت عليهم الحجة قلت بل شيء قضي عليهم قال فهل يكون ذلك ظلما قال ففزعت منه فزعا شديدا قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلق وملك يده لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون قال سددك الله إنما سأيتك لأخبر عقلك إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيئا مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت إلي عليهم الحجة قال بل شيء قد قضي عليهم قال ففيما نعمل قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها رواب أحمد ومسلم من حديث عزره ابن ثابت به وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكا نفسه أي بطاعة الله كما قال قتاده وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل ويروى نحوله عن مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وكقوله تعالى قد أفلح من تزكا وذكر اسم ربه فصل وقد خاب من دساها أي دسسها أي أخملها وعضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكا الله نفسه وقد خاب من دسا الله نفسه كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو مالك يعني عمر بن الحارث عن عمر بن هشان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول في قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت نفس زكاه الله عز وجل وعروه بن أبي حاتم من حديث أبي مالك به وجويبر ماذا هو ابن سعيد متروك الحديث والضحاك لم ينقى ابن عباس وقالت برعمين حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبي حدثنا ابن الهيعة عن عمر بن دينار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يعقوب بن حميد المدني حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي حدثنا مأم بن محمد الغفاري عن حنظرة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لم يخرجوه من هذا الوجه وقال الإمام أحمد حدثنا وكيوه عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مطجعه فلمسته بيبها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تفرد به حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والدن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلمناهن ونحن نعلمكمهن رواه مسلما من حديث أبي معاوية عن عاصم الأخول عن عبد الله بن الحارث وأبي أثمان النهدي عن زيد بن أرقم به كذبت ثمود بطرواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله لا قتلناه وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف قباها يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطبيعة والبغي وقال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها والأول أولى قاله مجاهد وقتادة عيبهما فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدى واليقين إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف عاقرا ناقة وهو أحي من الثمود وهو الذي قال الله تعالى فَنَادَى صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ وَفَعَقَى الآية وكان هذا الردل عزيزا فيهم شريفا في قوله نسيبا رئيسا مطاعا كما قال الإمام أحمد حدثنا ابن المير حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رغطه مثل أبي زمعه وراه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سنانيهما وكذا ابن الجرير وابن أبي حاتم عن طوق عن هشام بن عروة به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى بن موس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثين عن محمد بن كعب القرضي عن محمد بن خثين بن أبي مرثد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا أحدثك بأشقى الناس قال بلى قال رجلان أحيم الثمود الذي عقر الماقة والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته وقوله تعالى فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء وسقياها أي لا يتعتد عليها في سقياها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم قال الله تعالى فكذبوه فعقروها أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم فدندم عليهم فدندم عليهم لربهم بذنبهم أي عبد عليهم فدمر عليهم فسواها أي فجعل الأقوبة نازلة عليهم على السواء قال قتابة بلغنا أن أحيمر ثمود لن نعقر الناقة لن نعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم فلن نشترك القوم في عقرها ذندم الله عليهم بذنبهم فسواها وقوله تعالى وَلَا يَخَاف وَقُرِئَهُ فَلَا يَخَاف عَقُبَاهَا قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه وكذا قال مجاهد والحسن وابكر ابن عبد الله المزني وغيرهم وقال الضحاك والسدي وَلَا يَخَافُ عَقَبَاهَا أي من نخف الذي عقرها عاقبة ما صنع والقول الأول أولى للدلالة السياق عليه والله أعلم آخر تفسير سورة والشمس وضحاها ولله الحمد والمن نواصل القراءة في المجلد الرابع من تفسير ابن كثير ونتابع مع الصفحة السابعة عشرة بعد الخمسمائة وبداية تفسير سورة الليل وهي مكية تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فهلّا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكرى الأنفى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تعدى قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هاعون حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا قال فجلس إلى أب الدرداء فقال له أب الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة قال كيف سمعت من أم عبد يقرأ والليل إذا يعشى والنهال إذا تجلى قال علقمة والذكر والأنثة فقال أب الدرداء لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال ألم يكن فيكم صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقرواه البخاري هنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قادنا أصحاب عبد الله على أب الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله قالوا كلنا قال أيكم أحفظ فأشاروا إلى على القبر فقال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى قال والذكر والأنثة قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهكذا وهو لا يريدني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثة والله لا أتابعهم هذا لفظ البخاري هكذا قرأ ذلك ابن سعود وأب الدرداء ورفعه أب الدرداء وأما الجنهور فقرأ ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام الأثماني في سائر الآفاق وما خلق الذكر والأنثة فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى أي إذا غشى الخريقة بظلامه والنهار إذا تجلى أي بضيائه وإشراقه وما خلق الذكر والأنثة كقوله تعالى وخلقناكم أزواجا وكقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا ولهذا قال تعالى إن سعيكم لشتى أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرع قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنة أي بالمجازات على ذلك قاله قتادة وقال خصيف بالثواب وقال ابن عباس ومجاهد وإكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم وصدق بالحسنة أي بالخلف وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنة أي بلا إله إلا الله وفي رواية عن إكرمة وصدق بالحسنة أي بما أنعم الله عليه وفي رواية عن زيد بن أسلم وصدق بالحسنة قال الصلاة والزكاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثنا من سنع أبو العالية الرباحي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنة قال الحسنة الجنة وقوله تعالى فسن يسره لليسرى قال ابن عباس يعني للخير وقال زيد بن أسلم يعني للجنة وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده واستغنى قال أكرمه عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل رواه ابن أبي حاتم وأكذب بالحسنة أي بالجزاء في الدار الآخرة فسننسره للعسر أي لطريق الشر كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به لأول مرة ونظرهم في تغيانهم يعمهون والآلات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذنان وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عياش حدثني العطاف بن خالد حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سنعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول قلت لرسول لي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا نعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتمف قال بل على أمر قد فرغ منه قال ففيما العمل يا رسول الله قال كل من ميسر لما خرق له رواية علي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقال يا رسول الله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل من ميسر لما خرق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرار إلى قوله للعسرار وكذا وكذا رواه من طريق شعبة وواكيع عن الأعمش بنحوه ثم رواه عن أثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد ما حوله ومعنا مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسه إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء فقال أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فيسرون إلى عمل أهل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعيد بن عبيدة به رواية عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع قال فيما قد فرغ منه فعمل يا ابن الخطاب فإن كلا موسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء ورواه التلمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي وقال حسنا صحيح حديث آخر من رواية جابر قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن أهل أخبرني عمر بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أن أعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأمفه فقال لأمر قد فرغ منه فقال سراقة ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهد به حديث آخر قال ابن جرير حدثني يونس حدثنا سفيانو عن عمر بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن أعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف فقال با فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له قال نجد ونعمل رواية أبي الدرداء قال الإمام أحمد حدثنا هسين بن خارجة حدثنا أبو الربيع سليمان بن أطبة السلمي عيونس بن ميسرة إبني حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه قال بل أمر قد فرغ منه فقالوا فكيف بالعمل يا رسول الله قال كل أمر مهيئ لما خلق له ففرد به أحمد من هذا الوجه حديث آخر قال ابن الجرير حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منسكا تلفا وأنزل الله في ذلك القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنوسره للعسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنوسره للعسرى ورواه بن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كفشة بإسناده مثله حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدمي حدثنا الحكم بن أدان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخيل ومنها نخلة فرعها في دار رجل صالح فقيل دي عيال فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الثمرة من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من نخلته فانتزع الثمرة من أيديهم وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه فشكل ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة فقال له لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة فقال رجل يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها أتعطي لي ما أعطيته بها نخلة في الجنة قال نعم ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخلا فقال له أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة فقلت له قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها فسكت عنه الرجل فقال له أراك إذا بعتها قال لا إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه قال عمامناك قال أربعون نخلة فقال الرجل لقد جئت بأمر عظيم نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ثم سكت وأنشأ في كلام آخر ثم قال أنا أعطيتك أربعين نخلة فقال أشهد لي إن كنت صادقة فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرؤها في دار فلان تدني فلان ثم قال ما تقول فقال صاحب النخلة قد رضيته ثم قال بعد ليس بيني وبينك بيع لم نفترق فقال له قد أقارك الله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة فقال صاحب النخلة قد رضيت على أم تعطيني الأربعين على ما أريد قال تعطينيها على ساق ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على ساق وأوقف له شهودا وعد له أربعين نخلة على ساق فتفرقا فذهب الرضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له النخلة لك ولأيالك قال أكرمة قال ابن عباس فأنذر الله عز وجل والليل إذا يغشى إلى قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى آخر السورة هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غريب جدا قال ابن جرير وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر من الصديق رضي الله عنه حدثنا أبوه أي بنيا أراك تعتقوا ناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك فقال أي أبتي إن ما أريد أظنه قال ما عند الله قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه فأما من أعطى أبتق وصدق بالحسنى فسننسره لليسرى وقوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى قال مجاهد أي إذا مات وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم إذا تردى في النار ترجمة نانسي قنقر يرجمة نانسي قنقر يرجع نشغل كنت في المقابل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة